خطية الإنسان فصلت حجزت عن الآب المحب فكان لابد أن يأتي المسيح في ملء الزمان الإنسان الكامل حبل به من الروح القدش في بطن القديسة مريم العذراء لم يمسسها بشر أي لم يتورث الطبيعة الخطاءة فالمسيح هو الكامل الذي يستطيع أن يقدم كفارة طبعا عن كل البشرية ويستطيع أن يرضي الله في نفس الوقت يقول الكتاب لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك وهذا الخلاص أحبائي مهم جدا فالخلاص ليس بالأعمال وليس بالتقوى وليس في البر وليست في الذبائح ولا في الممارسات الدينية لأنه من يستطيع أن يرضي الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد إذ الجميع أخطعه فإذن الإنسان محكوم عليه من الرب لأنه الرب طبعا إله قدوس إله بار وإله عادل يقول الكتاب أجرة الخطيئة هي موت أما هبت الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا ثم يقول الكتاب عن هذا الخلاص أنه يتم باسم يسوع هذا الاسم يخلص ليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص فإذن يدعى اسمه يسوع يهو يخلص لأنه يخلص شعبه من خطيئهم ثم أحبائي يقول الكتاب المقدس لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك فهذا الخلاص يتم باسم المسيح باسم الرب يسوع المسيح هذا الخلاص يتم بدم المسيح دم المسيح يطاهر من كل خطيئة وهذا الخلاص يتم من خلال نعمة المسيح بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد هذا الخلاص هو عطية مجانية من الرب الله وهبها إلك من خلال شخص الرب يسوع المسيح فإذن الخلاص يتم بعمل النعمة الرب بعمل الإيمان في القلب بعمل الروح القدس في الكيان وبعمل المسيح الكفاري إذ دمه سفك من أجلك ومن أجلي حتى يطهرنا من كل خطيئة من كل إثم فالمسيح جاء ليفتدي الذين تحت النموس لكي يشتري لأنكم اشتريتم بثمن فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفاً سابقاً قبل تأسيس العالم ترجمة نانسي قنقر